بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله فسلم ذكر أن مجموعة من الملحدين أرادوا أن يناظروا الإمام أبو حنيفة في كون الله موجود أو غير موجود فتأخر عليهم الإمام لزمنا طويل ثم جاء بعد ذلك حتى أنهم كادوا أن ينصرفوا وبعد أن وصل إليهم قال له ما الذي حملك على التأخر أنت رجل مسلم ومتدين وتدعي الإيمان فلماذا تأخرت علينا في المعاد فقال له لقد رأيت عجما أنا أسكن في الجانب الآخر من النار وانتظرت مركب فلم يأتيني مركب وفجأة وجدت شجرة تتقطع إلى ألواح خشبية من غير أن يفعل معها أحد أي شيء وتتشكل هذه الشجرة إلى قارب زريف ويكون به شراع ثم بعد ذلك تتعط إلى هذه المركب وإذا بالمركب تتحرك لوحدها لا يحركها أحد وتأتي بي إلى هذا المكان إلى الضف الآخر من غير أن يتحكم فيه أحد فقال له أنت مجنون هذا أمر لا يعخل كيف أن شجرة تتقطع وتتحول إلى مركب من غير أن يحوله أحد ثم إذا بها تتحرك من شط إلى شط هذا كلام غير عاقل قال من العاقل إذن؟ أنتم تتعجبون من مركب تفعل ذلك وهذا الكون العظيم العملاق بهذا الإبداع وهذا الجمال وهذا الإبهار يخلق من غير خالق ومن غير صانع يبقى كونك تدعى أن هذا الكون ليس له إله يبقى أنت أكثر جنونا من الذي يصدق أن هذه المركب تشكلت من غير صانع إلى هذه القصة مهمة جدا طبعا هذه القصة تطلق من قرون مضت أنه لما ننظر الملحدين في هذه الأيام لا نذكر لهم هذا المثل البسيط بتاع الإمام الحنيفة ولكن نقول لهم أن عجاز الله عز وجل في خلق هذا الكون عجاز عظيم جدا يعني مثلا لما ننزل إلى السماء والنجوم والكواكب لو حصل أي خلل بسيط كل ذلك سينتهي أي يكون ذلك من غير صانع ثم يقولون لك أنا لا أؤمن إلا بشيء مد أو حسي أرين الله حتى أؤمن به طبعا هذا يعتبر خبل فكري لأن هناك أشياء كثيرة جدا لا ترى بالعين المجردة يعني البكتيريا والمكروبات اللي هي بتحدس الأمراض ويقتلها أنت تراها لا تراها الكهرباء الكهرباء هل ترى الكهرباء وهي موجودة طب الروح ودي أهم حاجة في هذا الكون الروح يعني لما تشوف مثلا بطة مثلا ميتة وبطة حية طيب وأريني كيف تخرج الروح هل تستطيع أن تروح لا لا يستطيع أحل عن الروح فيعتبر هذا خبل اللي إعجاز العظيم في خلق الإنسان ودي حتة خطيرة جدا يعني قيل أن العين تستطيع أن تميز بين 8 مليون لون وكل ملي متر من هذه العين بيحتوي على 100 مليون مستقبل ضوئي الكلام ده يعني خلق عشوائي العين الصغيرة دي وكل ملي متر بتحتوي على 100 مليون مستقبل ضوئي وتقول لهذا الكون خلق أو هذا الإنسان خلق عشوائيا مستحيل طبعا لابد أن يكون له صانع وبعدين الملحد الكبير جدا اللي هو بقى أنطوني فلو اللي قاعد 50 سنة ينشر الإلحاد وكان مناظر قوي جدا لا يستطيع أحد أن ناظره وقال في 30 كتاب عن الإلحاد بعد كده أعلن الإسلام ونشر كتاب هذا الكون له إله يخلقه سبحان الله بيقول اللي أبهره بقى الحمض النووي لأنه قال بقى إن ملايين طبعا لو جبنا ملي متر من الحمض النووي بتلاقي فيه ملايين الإبأة الخلايا وكل خلايا بتحتوي على 300 مليون معلومة اللي هي الكورموسومات اللي فيها المواصفات الوراسية لما شاف الكلام ده تخلى عن إلحاده وقال أن لهذا الكون إله مستحيل هذا الإبداع وهذا العظم وهذه الدقة تكون عشوائية بدون إله هذا هو خبل الملحدين والحقيقة ربنا عز وجل يعني يرد عليه يقول ربنا صحوه وتعالى والذين يحاجون في الله بعد ما استجيب له حجتهم ضاحلة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد ترجمة نانسي قنقر